انتا شايف اذا جهاز ينطقيا فخم جدا يعني مواصل كشكل معتنين بالشركة جدا لكن جهاز متوسط السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اليوم عدنا الاوبول ايث 74 طبعا هذا الفيديو برعاية الشركة العالمية الهواتف النقالة هاي الشركة واحدة من الشركات اللي تعتني بالمظهر طبعا تعتني بمظهر الجهاز يعني تطيك تصميم جميل تطيك اناقب بالتصميم يعني هذا صحيح ملمس ناعم وراح يفلت من ايدك ببساطة لكن تشطيبة الكاميرات اذكرني بهوائي كاميرات موجودة على سامسونج يعني هاي تشطيبة نفس تشطيبة الكاميرات مال النوت 20 بالنسبة السامسونج كذلك الانحناء الموجود بالظهر ينطيك جمالية بالنسبة للجهاز اوبو من تصنع جهاز تعتني بالمظهر بشكل ممتاز يعني رح تطيك جودة بالتصنيع بشكل جيد هاي شاشة كاملة بقياس 6.43 فول اج دي بلاس من نوع اوليد معدل تحديثها 60 هرتز كذلك هذي الشاشة ب409 بكسل بالانش الواحد وزن الجهاز 175 غرام نوعا مازيين يعني مو ثقيل الجهاز ما رح تحس بأكو ثقل من تستخدم الجهاز كذلك هذا الجهاز اكو حافة صغيرونة الشركة ما خليت لك اياها بس هي ماشية اذا خليت لكفر يعني ما رح يعقلك تجربة لالحواف دائر ما دائر الجهاز جدا صغيرة الكاميرا الامامية الموجودة هو ثقب جدا صغير وهذا تصميمها جدا عجب لان حجمها جدا صغير بالشاشة ما رح يكون فت شيء كبير ويعقلك تجربة من تشاهد فيديوهات او تلعب العاب بالنسبة لهذا الجهاز يجينا بنظام الاندرويد داعش مع واجهة الاوبو الكلر او اس 11.1 هاي اخر واجهة تقدر تقول الجهاز سريع بنظامه تقدر تقول ما تحصل لاقات اكثر واجهة مستقرة من الشركات الصينية هي واجهة اوبو المشاكل اللي راح تشوفها بالنظام قليلة نوعا ما تظهر احتمال عندك بعض المشاكل لكن بعض التحديثات تحلك هواي امور لكن واحدة من افضل الواجهات المستقرة هي واجهة اوبو يجينا بمعالج من سناب دراغون لكن هو المعالج من نوع المتوسط المعالج هو الستمائة واثنين وستين هنا الرام اللي مخليت ليه الشركة هو ستة غيقة مع المية وثمانية وعشرين يعني هذا الجهاز رح ينطيك اداء جيد مع المواصفات الموجودة بي ومع الاجهزة المتوسطة هذا الجهاز يجيني بكاميرا امامية اللي راح تكون 16 ميجا مكسل هاي الكاميرا صور لك الفول اج دي انا شفت الصور اللي اخذتها بالجهاز وحدة من الصور الجيدة كمية التفاصيل اللي جاي تنطيك اياها وحدة من الاشياء الممتازة يعني حقيقة انا جاي اشوف اوبو جاي تتجه لجوتة تصنيع الجهاز وتتجه الى سوفتوير مستقر وكذلك مواصفات نوعا ما مقبولة والسعر حتى لو مرتفع لكن بالنتيجة هاي الاجهزة تنطيق جودة التصنيع اللي اكثرها ترغب انه يقتني جهاز بجودة التصنيع ممتازة بانه هذا الجهاز يمتلك ثلاث كاميرات بالخلف وتشطيبة الكاميرات هي تشبه اجهزة سانسونج الفلاقشيب هنا عندك ثلاث كاميرات العجسة الاساسية 48 ميجي بيكسل وعدس تين اثنين ميجي بيكسل هذا الجهاز يدعم لك الاشزي ار وكذلك بالوايد انقل راح تكون العجسة الاساسية بفتحة عجسة واحد بوين سبعة راح تدخلك كمية الضوء جدا قوي ورح تطيق صور بتفاصيل ممتازة وحتى الصور اللي اخذتين بهذا الجهاز انططني نوعا ما صور حلوة ومرغوبة بالنسبة للجهاز هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 ميلي امبير تدعم الشاحن السريع 33 واط تذكرك بشاحنات شاومي وتذكرك بشاحنات ريلمي او خلال 30 دقيقة راح يصعد الى 54 بالمية يعني هذا الجهاز الشاحن مالته جدا ممتاز 5000 بطارية تجدا حلوة الشاشة ممتازة من نوع اوليد يعني هذا الجهاز يمتلك شاشة حلوة تصميم ممتاز بطارية حلوة الاداء جدا سريع والسعر ما يقارب 200 اكثر اقل دولار تقريبا بالميتين دولار واحد من افضل الخيارات لا لكن اذا انت تحب الفخامة والتصميم وكذلك السوفتوير المستقر لما بمشاكل خالي من المشاكل هذا واحد من الاجهزة الممتازة او يكون خيار اليك افضل مع ما انه هواي ناس يقول لك انا اجهزتها غالية وما راح اشتري لها اوبو عدها دعم جدا قوي اذا تحتاج دعم يعني من نسبة للجهاز توفر لك اكسسوارات توفر لك صيانة شلو الاشياء التي تحتاجها لهذه الاجهزة توفرها بشكل ممتاز ليش لانه اوبو داخله بقوة عندنا من العراق لان عندنا وكالة رسمية زت ام سي هما القروب الكامل زت ام سي اوبو وريلمي فالجهازين او الشركتين راح تنطيق مميزات اللي تحتاجها نفس الشركات الموجودة عندنا مثل سامسونج وغير شركة فمن نتيجها لواحد من الخيارات الممتازة يقدم لك مواصفات حلوة مع السعر المطروح فيه نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة